وقدت صباح اليوم فعالية جلسات منتدى خليج البحرين المنعقدة تحت عنوان الأمن الأقليمي وفرص العمل الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية وبمشاركة شخصيات اقتصادية وأكاديمية صلتت جلسات المنتدى الضوء على أهم مسجدات التحديات الاقتصادية في المنطقة إلى جانب بحث سبل التأقلم مع الوضع الاقتصادي الجديد مما لا شك فيه أن فرص العمل وخصوبة البيئة الاستثمارية لا يمكن لأصحابها حفر موطئها إلا بإزالة هواجس ما إذا كان الأمن الاقليمي راسخا أم لا منتدى الخليج العربي يفتتع جلساته اليوم بكل صراحة وموضوعية وناقش كل جوانب ما يشهده العالم من مشرقه إلى مغربه من تقلبات اقتصادية وسؤال هو الأبرز أين يجد المستثمر نفسه وسط هذا التذبذب هذا السؤال بيسأله أولاً المستثمر يلي عم ينظر من الخارج للمنطقة العربية والمستثمر العربي يلي كمان عم بيفتش على أمنه الاقتصادي والاجتماعي واللي ركزنا عليه هو أكيد أنه المنطقة اليوم هي مفترق طرق مهم عم نتطلب منه مش بس أنه إعادة النظر بالسياسات الاقتصادية وأن كانت المالية أو النقدية اللي كنا بننتهجها بالسنوات الماضية بس كمان مقاربات جديدة للتأقلم مع هذا الواقع الجديد وبالعودة إلى ما يمس المنطقة وصل المنتدى تجسيد أسلوب الحوار البناء وتطرق لقضايا جيو اقتصادية لعل من أهمها كيفية تفعيل الدور الخليجي في الاقتصادات العالمية عموماً والأسيوية خصوصاً إلى جانب مناقشة تأثير العقوبات الاقتصادية على الأعمال والتطرق لآخر ما توصلت إليه الدراسات والبحوث في أسواق النفط والطاقة في هذا اللقاء هناك جمع بين التحديات الاقتصادية والتحديات السياسية وتأثير التحديات الاقتصادية وربطها بالتحديات السياسية كنا نعتقد أن وضع العالمي السياسي ووضع الاقليم السياسي صعب لكن نكتشف من هذه الحوارات أن الوضع الاقتصادي العالمي والوضع الاقتصادي الاقليمي ربما أصعب ولا يدعو للتفاؤل خاصة في ظل تراجع أسعار النفط وفي ظل الأزمات المالية والقطاع المصرفي شخصيات سياسية واقتصادية إلى جانب نخبة من الباحثين والأكاديميين جاءوا لمثل قارات العالم كافة ومن إحدى عشرة دولة تحديدا إيمانا منهم بأهمية أن يستقر الوضع الاقتصادي ودراسة كيفية تمكينه من خلال خلق أمن اقتصادي واجتماعي كفيل بجذب المستثمرين على هذه المنصة تلتقي وجهات النظر العالمية لبحث تحديات التقلبات الاقتصادية وذلك من أجل الخروج بتصورات من شأنها أن ترسم مستقبلا اقتصاديا أفضل للعالم وتحديدا في تلك الدول التي تعاني عسر المخاطر الأمنية بسال مبدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين